حؤون السيفو تاكس هتخليك تاكس السلام عليكم من الأخبار ياربكم دايما بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن منضب دحية ومشهور جدا ودي بيبقى مشهور جدا في أدوار بيردولورفلونزا ودي يعتبر من الأخطاء الشائعة اللي بنقع فيها اللي هو دواء أو حؤونة السيفو تاكس طبعا يعتبر من الأخطاء الشائعة نستخدم مادة السيفو تاكس في علاج أدوار بيردولورفلونزا وطبعا من بعض أعراض البكتيريا إنهم بيبقى نشي سخونية أو همدان في الجسم يعني مش شرط يعني بيعمل حاجات كثيرة جدا يعني مش شرط يعمل سخونيا وبالتالي معظم الناس بيتجهوا في أدوار بيردولورفلونزا إلى حؤونة السيفو تاكس مع إنها غالية جدا بس الناس بيحب حؤون السيفو تاكس إزاي بقى؟ لأن مثلا واحد كان خاد حؤونة السيفو تاكس ومدت الفيروس اللي هو عنده بتستمر مثلا أربعة أيام فهو راح الصيدلية طلب حؤونة السيفو تاكس وهو خدها في اليوم الثالث ركز معي في هذا كلام دا خد الحؤونة في اليوم الثالث الجهة اليوم الرابع لقى خاف ما دي ممكن يكون مدت الفيروس يعني مدت الفيروس عندي أربعة أيام هو بقى في اقتناعه إنه هو أولا ما خد حؤونة مضاد الحيوي الفيروس رأع هل انت فهمني؟ يعني مثلا مدت الفيروس عندي زود مثلا يبقى سبعة أيام هو مثلا قاعد يستحمل يستحمل الفيروس اللي عنده ودور برد ونفلونزا يستحمل يوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس جيه عندي اليوم السادس ما عادش قادر يستحمل راح الصيدلية قال له هاتلي حقن سوفتك سو 500 خد الحقنة النهاردة بالليل نم وضغطة وعرق صح السابع يوم خاف وصل لك الفكرة هيجي بقى بعد اليوم السابع لو حد مثلا شاف واحد عيان ولا حاجة قال له انا عندي دور برد ونفلونزا وتعبان وعندي سخونية وحمدان جدا تعالى بقى نفكر بتفكيره هل الراجل اللي هيسيبه في حاله لا طبعا هيقول له راح اخد حقن السوفوتكس من الصادلية الفلونية صادلية الفلونية بيبيع صفوتكس مية مية فالرجل هياخد حقن السوفوتكس اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث مش هجيب نتيجة واليوم الرابع مش هجيب نتيجة واليوم الخامس مش هجيب نتيجة واليوم السادس مش هجيب نتيجة واليوم السابع مش هيجيب نتيجة بس هي دي مدد الفيروس وما فهنا هيحصل أعراق جانبية للمضاد الحياة واللي انت بتاخده عمال على بطال دي وبدون استشارة طبية انت مش عارفها خالص وبالتالي احنا بنحذر الناس من هما ياخدوا منضاد حيوية لانها بتأثر على المناعة وإحنا محتاجين نزود المناعة اليومين دول علشان الفيروسات اللي منتشر اليومين دول وخاصة عند الأطفال والكبار ممنوع تلعب في الناس دي يعني العب في الناس اللي بسنك يا ممنوع الأطفال والكبار سبهم في حلهم لان المناعة في الاتنين لسه ضعيفة جدا ممنوع نهائيا تدير مضادات حيوية ولا مسكنات طيب تعال بقى نشوف مادة السوفوتاكس شغالة ازاي؟ طبعا هي ملهاش علاقة خالص بأدوار البرد والانفروانزا دول السوفوتاكس فيه المادة الفعالة اللي هو المضاد الحيوي بيرتبط بجدار الخلايا البكترية وبالتالي بيصبط من نمو الجدار وبالتالي بيقضي او بيعمل تصبيط للخلايا البكترية وبالتالي بيقضي تدريجيا على البكترية وبيمنع تكاثرها امتى بنستخدم مادة السوفوتاكس؟ طبعا بنستخدمها لو احنا عندها انتهابات بكترية مثلا في القولون او في المعدة اي ان كانت او انتهابات في المعدة البكترية او ممكن نستخدمها قبل العماية الجراحية وانا مش يستحسن اننا نستخدم اي منضة حيوي في العماية الجراحية او قبل العمليات الجراحية وان اشهر مادة فعالة لازم نستخدمها في العمليات الجراحية هي مادة السيفازولين لازم ترجع للحلقة دي طيب تعال بقى نشوف التفاعلات الدوائية اللي ممكن تحصل مع المادة الموجودة في السوفوتاكس طبعا المادة الموجودة في السوفوتاكس مضاد ضحاوي ممنوع يتاخذ مع اي لقاح وطبعا كلنا واخدنا اللقاح دلوقتي بتاع فيروس كورونا او اي لقاح ايا كان في اي الزمن اللي محدش عالك لمعالم ده يعني ممنوع نستخدم اي مبضاحية ولو احنا ماخدين لقاح اي لقاح لفيروس معين لان ايا من التفاعلات خطرة جدا هتوديك التواريق على طول ثانية حاجة لو انت بتاخد الهيبرين او او اي مادة بتعمل سيولا او اي مادة ايا كانت من الامراض المزمنة ممنوع تستخدم ام ضد الحيوي الا بعد استشارة الطبيب ما هي موانع استخدام السوفوتاكس طبعا ممنوع نستخدم ضد الحيوي لو انا عندي حساسية منه والمفروض قبل ما اخد مضادة حيوي لازم يتعملي اختبار حساسية تحت الجلد وطبعا مش شرط يعني يحصل حساسية او يحصل احمرار بعد حقن اللي هي تحت الجلد لان في بعض الناس اللي هم اخدوا الحقنة بتاع السوفوتاكس وتعمل لهم اختبار وما حصلش اي اعراض الحساسية ولا لما اخد الحقنة حصل اعراض الحساسية والمريض اغم عليه الناس اللي هي الكبار او الاطفال ممنوع ندلهم حقن مضادة حيوي اما بالنسبة للحوامل والمرضاعات المفروض يتاخد تحت اشراف الطبيب وبرضه الطبيب بنسأل في الحالة دي لو انت كنت بتاخد حقنة سوفوتاكس قبل كده في علاج مثلا برد ولنفرونزل لا لا فلو انت كنت بتستخدم حقن مضادة حيوي قبل كده فمش ينفع مضادة حيوي ده معاك نهائيا بعد الاستخدام يعني فلنفترض مثلا لو جالك التهاب كتير معين وروحت للدكتور واسألك سؤال مهم جدا وانا بحترم انت كتر اللي بتسأل في السؤال ده هل انت كنت بتستخدم مضادة حيوي قبل كده او كنت مستمر عليه لان مدرك جدا ان الناس بتاخد حقن اللي هي سوفوتاكس وفلوموكس في العلاج في البرد والانفرونزا يعني الحقن ده مشهورة جدا في البرد والانفرونزا فلو انت عندك التهابات بكتيرية وجينة نديك الدوين دول مش هيجيب معاك نتيجة نهائيا لازم نشوف مضادة حيوي معين فدي هيبقى لو اختار شدة جدا عليك لو البكتيريا اللي عندك ده المضادة الحيوي ده هو الوحيد اللي بيقضي على البكتيريا هتعمل ايه في الحالة دي يبقى لازم في البداية لازم نمتنع عن مضادة الحيوي علشان نحسم المناعة ويقدر الدكتور او الصيدالي يقدر يعالج كده نتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم ولو عجبتكم فهلا ياريت تقول لنا نرايكم في كومنتات تحت ولو انتم حابين موضوع معايا نتكلم فيه ياريت تعرضوه علينا في الكومنتات تحت ويحنا هنقولوه عليكم في الحلقات القادمة